ما حقيقة وللمرة الثانية المتحدثين باسم الحكومة الأمريكية والبنتاغون يقولون أطلان الحكومة العراقية على الضربات الجوية التي قمنا بها هذه المرة الثانية ومن أعلى المستويات يقال بها شنو حقيقة الموضوع إحراج الحكومة لو فعلاً أكو تواصل بينكم وبين البنتاغون والخارجية الأمريكية والبيت الأبيض عن الضربات التي تنفي داخل العراق وين الحقيقة بالموضوع لا يوجد إبلاغ للحكومة العراقية عن الضربة نهائياً وحتى لو كان إبلاغ للحكومة العراقية فهذا لا يعني أن الحكومة العراقية ستوافق تقول لا تفضل أضرب الحجد الشعبي هذا مستحيل هذا اختراق لسيادة وبنفس الوقت اللي راحهم وأبنانا وأخوانا ومقاتلين في الصحاري يعني ما كانوا قاعدين ببيوتهم أو يطالقون على السفارة أو يطالقون على أمريكان في الصحراء العراقية وبتماس مع نشاط داعشي فلا يمكن أن توافق الحكومة العراقية حتى لو أبلغوها وأؤكد لك إنه لم يكن هناك إبلاغ وهذا ما جاء واضحا ببيان ليش هذا الإصرار من الأمريكان على مرتين مرتيا هذا العاد الموضوع كيف؟ هذا الموضوع أن هناك اتفاق وتوافق وإطلاع وإبلاغ قالت البنتاجون على مرتين الحكومة تنفيه والأمريكان يؤكدون تفهمون أكو غايات من هذا الرسائل؟ والأمريكان كذبوا هنا؟ والله والله الأمريكان يمكن أحلم عليهم أنه يتصاد من الحكومة والفصائل لكن هذا لا يمكن الحكومة ستستنفذ آليات الحوار لأقصى ما يمكن بهذا الجانب زين وربما الأمريكان يريد يخلقون فرز بين من هو مع علاقة طيبة معهم ومن هو مع علاقة غير طيبة معهم يعني يخلقون نوم الإحراج لكن هذا لا يمكن الحكومة العراقية ستذهب باتجاه الحوار لأقصى مدى مع الأخوان في الفصائل المسلحة وطالما أحدهم وافق التفاؤل كبير بأن الآخرين أيضا يوافقون ويضعون مصلحة العراق بين عيونهم خاصة وأنهم هم ما مستفادين الناس هم مو في حكومة هم مضحين بأنفسهم وناكرين ذاتهم شكل كبير لكن ربما البوصلة بوصلت الاتجاه هذه المرة في غير مكانها المناسب عن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر